الحمد لله الحمد لله حق حمده أمرنا بالإكثار من ذكره فقال يا أيها المؤمنون وحين يصف أولي الألباب وصفهم بأنهم الملازمون للذكر في جميع أحوالهم الذين يذكرون الله قياما وقعودوا على جنوبهم والذم المنافقين وعن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني وقال صلى الله عليه وسلم فمن وفق للذكر فقد أعطي المنشور ومن سلب الذكر فقد عزل ويقول مولانا العبد الخديم رضي الله عنه أما دوام الذكر فهو أكبر من كل ما كان ذكر ذي الجلال منبها ومحذرا من عاقبة إهمال أوراد الذكر من لم يدم شيئا من الأورادي مضي على الوقت على التمادي فلا له يوم يجاز الناس إلا غرام وجوان وباس موسيقى 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 ألقينا بقضاء أصبحت بالقبضين إنهم نحن نصطف لكي نحن ي lambda أنهم يغيرون ونحن نحن نحن ندفع ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ويمنعه الله من المكاره في الدنيا والآخرة ولا يقربه الشيطان المريض ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر